اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله يمدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم نتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث التي جاءت في الجامع الصحيح للإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى نذكر أهم المعاني وأهم الفواعد التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك لا ننسى ذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والتي وردت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخواتي الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل انتظرونا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال أهلا وسهلا بكم أخوان كرام عدنا لكم مرة أخرى وذلك بعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا نزال معكم في شرحي صحيح لإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى ولا نزال في شرح حديث كتاب الإيمان هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بوابه النووي رحمه الله تعالى قال باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام والدجال إذن في هذا الحديث وصف ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم والمسيح وهو مسيح ابن مريم وكذلك الدجال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال أو أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت يعني يطوف بالكعبة فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن أو قطن واضعا يده على منكبي رجلين يطوف أيضا بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح الدجال في هذا الحديث بعض المعاني كأن عينه عينبة طافية يعني العين مرتفعة بارزة وآدم اللون الأسمر الذي يميل إلى السمرة وقيل الحمرة والمراد قالوا ما قارب الحمرة والسمرة وقيل أن هذه صفة للعرب يعني تصفون بهذا اللون لمته الشعر شعر الرأس المتدلي الذي جاوز يعني شحمة الأذنين ورجل الشعر ليس بخشن الشعر ولا بالمسترسل يعني ليس بناعم ولا بخشن جعدا الشعر القصير الشعر القصير الخشن يسمونه الشعر الجعد قططا أي شديد الجعودة أخواني الكرام في هذا الحديث يذكر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال يوما وهو بين ظهراني الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في وسط الناس ووسط الصحابة رضي الله عنهم والمراد أنه جلس مستظهرا لا مستخفيا والمسيح الدجال هو الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الألوهية وخروجه من علامات الساعة الكبرى فهنا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله ليس في أعور لأنها صفة نقص والله عز وجل صفاته يتحلى بصفات الكمال ويتنزه عن هذا النقص الذي هو عند غيره سواء عند الناس عند البشر وغير ذلك أو عند الدجال والعياذ بالله فهذه الصفة صفة نقص وهذه الصفة لا تليق بالله سبحانه وتعالى ثم قال النبي صلى الله وآلا إن المسيح الدجال أعور وقال أعور العين اليمنى في رواية قالت اليسرى وليس هناك خلاف في ذلك قد يكون العور هنا ويكون العور هنا ثم يصف النبي صلى الله وآلا هذا الدجال الأعور بأن عينه كأنها عنبة طافية كأنها عنبة بارزة ظاهرة وذهب نور هذه العين ثم إن النبي صلى الله رأى في منامه أنه عند الكعبة قد رأى رجلا آدم أي أسمر كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منك فيه واللمة هي الشعر إذا جاوز الشحمتي الأذنين ورجل الشعر أي قد سرحه وقد دهنه وقد كان رأسه يقطر ماء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه من يكون فأخبر أنه المسيح إيسا عليه السلام المسيح ابن مريم عليه السلام ثم رأى رجلا وراءه جعدا قططا أي شديد وجعودة الشعر أعور العين اليمنى وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بابن قطن هو عبد العزة بن قطن بن عمر الجاهلي الخزاعي وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها وكان هذا الرجل الذي رآه واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت يعني يطوف بالكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فأخبر بأنه المسيح الدجال أخواني الكرام وهكذا يتبين لنا أن المسيح الدجال هو يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية ووصف المسيح ابن مريم أيضا ذكر صفاته وكذلك يتبين لنا أن المسيح الدجال هو يعني أقرت به أقر به علماء أهل السنة والجماعة مصداخا للحديث الصحيحة التي ذكرت أنه حق وأنه يخرج في آخر الزمان وأنه من علامات الساعة الكبرى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات هذا المسيح الدجال أيضا في هذا الحديث إثبات لكمال الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقص سبحانه وتعالى كذلك في هذا الحديث تبيان لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي حدثت ورؤية الأنبياء حق كما قال العلماء وهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الإسلامية من فتنة المسيح الدجال وهذا أخواني الكرام لا يكون إلا بيئة تمسك الكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة هذا نصال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما في الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر